لمزيد من المتباة حول ما يحدث هناك من الجانب المصري في معبر رفح ينضم إلينا من هناك الزميل مصطفى عبد الفتاح مرسل قارئة الإخبارية مصطفى بعد التحية ما الذي يبدو في الأفق فيما يتعلق بإدخال المساعدات أو حتى إخراج المصابين والجرحة وما إذا كان هناك أيضا عملية إخراج لمزدوجي الجنسية من قطاع غزة نعم يعني هي جهود مستمرة وعلى مدار الساعة من حيث إدخال المساعدات الإنسانية تحدثنا عن ليلة الأمس وخلال هذا اليوم الذي دخل في يوم الأمس ما يقرب من 98 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالإضافة أيضا إلى 27 حالة من المصابين والجرحة نتحدث اليوم عن تواصل العمليات والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والمسؤولين في معبر رفح البري من حيث إدخال المساعدات حيث وصل إلى قطاع غزة أو إلى الجانب الفلسطيني تحديدا من معبر رفح البري حتى الآن حوالي 20 شاحنة من المساعدات الإنسانية وهي المساعدات المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإغاثية هذه المساعدات والتي استمرت طوال ليلة الأمس وحتى الآن بالرغم من عمليات القصف المتواصلة التي تتعرض لها مناطق عدة في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة حتى هذه اللحظات في ظل تجهيزات أخرى هنا في هذه المنطقة الواقعة أمام معبر رفح هناك ما يقرب من 150 شاحنة مجهزة وتنتظر هي الأخرى الدخول والإذن بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية أيضا بالنسبة لعملية استقبال الجرحة والمصابين فمنفذ رفح البري استقبل صباح اليوم حوالي ثلاث حالات من الجرحة والمصابين حتى الآن وهم الآن في طريقهم إلى المستشفيات المصرية والتي ينقلوا إليها عبر سيرات الإسعاف المجهزة التي خصصتها وزارة الصحة المصرية أيضا منذ حوالي ثلاث ساعات من الآن كان هناك وجود لشحنتين من الوقود وبالفعل دخلتها إلى الأراضي الفلسطينية وتحديدا إلى منفذ رفح من ناحية الجانب الفلسطيني محملتان بكميات من السولار تجاوزت 60 ألف لتر من السولار هذا هو المشهد بشكل عام هنا في منفذ رفح البري أيضا فيما يواصل المعبر استقبال حامل الجنسيات المزدوجة حتى الآن وصل عدد من وصلوا إلى الأراضي المصرية عبر منفذ رفح البري في هذا اليوم تحديدا ما يقرب من 150 شخص من مزدوجي الجنسية وهم الآن في مرحلة إنهاء إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية الجهود المصرية مستمرة فيما يتعلق بعملية إدخال المساعدات المساعدات لا تتوقف على مدار الساعة من حيث توافد مزيد من الشاحنات التي تأتي من المدن القريبة من هذه النقطة الحدودية وتجهيزها وبعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتعرف عليها والتي تتم بالتنصيق ما بين مصر والجانب الفلسطيني وجميع الدول التي تحرص على إدخال المساعدات الإنسانية العمل يستمر على مدار الساعة فيما يتعلق بكل المسارات التي تعمل عليها الدولة المصرية لتقديم يد العون إلى الأشقاء في فلسطين شكرا جزيلا مصطفى عبد الفتاح مراسل القرية الإخبارية من معبر رفح البري على الجانب المصري شكرا لك على كل هذه التفاصيل